بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم وبرك على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سعيدة بالتواصل معكم وأسأل الله العظيم أن تكونوا في أحسن الأحوال فإذا رباني يا جليلة من كتاب الله عظيمة الأثر وقاطعة المفعول لجلب الأرزاق ولسداد الديون وقضائها بإذن الله بسر طريقة السبع آيات والدعاء الموافق سبع آيات من كتاب الله لها طاقة ربانية عجيبة في تغيير الوضع المادي وفي إذرار الأرزاق وتهيئ أسباب الوصول إليها ودعاء له سر قاطع وأثر عجيب في سداد الدين ولو كان مثل الجبال فالجميع يسعى لجلب الرزق الوفير والكل يبحث بشتى الطرق عن وسائل تساعد في سعة الرزق وفي تسديد الدين علما بأن الله تعالى هو الكفيل بتقسيم الأرزاق على عباده وقدر لكل إنسان رزقه في الحياة سواء كان هذا الرزق مالا أو سحة أو أولاد الأمر فقط يتطلب السعي والأخذ بالأسباب فالرزق يصل إلى صاحبه حتما بكل الطرق مهما كانت العقبات فلا يستطيع شخص أن يسلب رزقا قدره الله لغيره لقوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فمن يريد أن يوسع الله في رزقه وقبل عمل أي فائدة أو مجربة من المجربات فأول ما يجب أن يلتزم به الشخص هو تقوى الله في كل التصرفات والتعاملات ثم الدعاء والتضرع لله وترك الحرام والاستغفار لقوله تعالى وقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الاستغفار له أثر عجيب جدا في جلب الأرزاق وفي إدرار الأموال ثم التصدق وكثرة الإنفاق على المحتاجين وعلى الفقراء والمساكين ثم شكروا الله على نعمه لقوله تعالى وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فكل هذه الأمور تساعد في سعة الرزق وفي جلب الخير والبركة وفي قضاء الدين إلا وأنه يبقى السر الكبير والكنس العظيم في جلب كل الخيرات وفي دفع كل المكاره هو في اللجوء للقرآن الكريم هو في آيات الله تعالى هناك سبع آيات قرآنية تساعد وبشكل عجيب ولها قوة رهيبة في جلب الرزق الوفير والخير والبركة وفي تهيئ أسباب الرزق وفتح الأبواب وسداد الديون سبع آيات تقرأها بعد كل صلاة فريضة سبع مرات متتالية ثم تقرأ بعدها الدعاء المحمدي العجيب والقاطع المفعول سبع مرات وسترى بإذن الله السحر والطاقة الرهيبة الربانية في جلب المال والرزق والمساعدة في سداد الديون إن كانت لديك ديون وفي توسعة المعيشة وفي طرح البركة في كل أرزاقك بإذن الله وهذه هي الآيات بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم من بعده وهو العزيز الحكيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول أن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو رادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون صدق الله العظيم تقول هذه الآيات سبع مرات بعد صلاة بعد كل صلاة فريضة ثم تقول الدعاء بعدها مباشرة سبع مرات اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وقبل النوم مباشرة تكرر الدعاء لوحده فقط واحد وعشرون مرة ثم تنام تدوم على هذه الطريقة سبعة أيام أو واحد وعشرون يوم أو أربعون يوم وسترى البشارة وسترى البرهان بإذن الله فهذه الآيات السبع لها سحر رهيب وأثر بادغ القدر ولها خصائص عديدة وهي من الحصون العظيمة ومن ضمن خصائصها هو أنها تقضي على الديون بشكل كبير وتوسع في الأرزاق ولها توافق عجيب مع دعاء الدين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكرناه فلمن أراد أن يقضي الله دينه ويسدد ما عليه من ديون متراكمة ويوسع الله عليه في أرزاقه ومعيشته فقط توكل على الله وقرأ هذه الآيات مع الدعاء فإن لها سحر رباني رهيب جدا ولن يعرفه إلا من جربه ومن عمل به بيقين اعملها وتوكل على الله وقم بعملها وسترى بإذن الله البرهان القوي الذي سيسعدك ويفرح قلبك بإذن الله ودومتم في رعاية الله شكرا على المتابعة أحبكم والصلاة والسلام على رسول الله وآله شكرا على المتابعة شكرا على المتابعة